بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلاموني من قناة سالموني تريدينج النهاردة إن شاء الله معدنا مع المحاضرة السابعة من كورس التحليل النفسي والسيكولوجي للمتداون في المحاضرة السابقة فرحنا السؤال التالي كيف نتعرف على أغلب الأخطاء الشائعة عند المتداولين وكيف يمكن علاج هذه الأخطاء وكيف نحقق الاتساق والانسجام بين التحليل الفني والتحليل النفسي للمتداول من أجل تحقيق المكسب وعدم الخسارة هذا السؤال سؤال كبير جدا ومهم جدا عشان كده هنجاوب عليه في عدد من المحاضرات القادمة إن شاء الله مبدئيا كده لا بد لنا من التكلم عن الهيكل السلوكي ما هي مكوناته الأساسية حتى نستطيع الوصول إلى جذور المشكلة وبالتالي نستطيع حلها بأسلوب علمي وهناك ملاحظة همة جدا وتنويه لا بد منه قد يعتقد البعض من خلال كلامي أنني متحيز للتحليل النفسي للمتداول على حساب التحليل الفني وهذا اعتقاد خاطئ جدا فعندما أتكلم عن أهمية التحليل النفسي للمتداول بكلام جاد لا يعني كلامي أن التحليل الفني غير مهم ولكن هذا بالعكس تماما التحليل الفني مهم جدا ولكن مع ارتباطه بالتحليل النفسي كل ما أريد توضيحه هو تصحيح الاعتقاد الخاطئ لدى الكثير من المتداولين أن التحليل الفني هو فقط الذي يساعدهم على النجاح وهو الذي يمكنهم فقط من تحقيق الربح وكذب الأموال الفعل لا يمكن تحقيق النجاح بدون تعلم التحليل الفني الذي من خلاله يمكنك قراءة الشرط قراءة صحيحة ومعرفة نقاط الدخول ونقاط الخروج والفترة الزمنية المطلوبة والوقت المناسب للشراء أو البيع ولكن أثبتت التجارب أن هناك الكثير من المتداولين لديهم علم جيد بالتحليل الفني إلا أنهم يخسرون وهنا يأتي دور التحليل النفسي وأهميته وما أحب أن أركز عليه هنا أنك كمتداول لا تستطيع النجاح من خلال التحليل الفني إلا إذا استعنت أيضا بالتحليل النفسي والذي من خلاله أي من خلال التحليل النفسي يمكنك احتراف التحليل الفني حيث يعلمك التحليل النفسي الانضباط بشكل كامل في دخول الصفقات والخروج منها كما يعلمك إدارة المخاطرة وتحمل المسئولية وضبط مشاعرك وانفعالاتك وكما قلت في البداية إن تعلمك وفهمك للتحليل النفسي للمتداول بجانب التحليل الفني والاستراتيجية الخاصة بك هذا يجعلك تخلق توليفة ناجحة جدا بين نقاط دخول قوية مع إدارة المخاطرة وضبط نفسك ومشاعرك وهذا هو ما يجعلك في نجاح مستمر في السوق حيث أن كل ثانية في السوق فريدة في نوعها ومختلفة عن الثانية التي قبلها ويمكنك عمل التحليل النفسي لشخصك من خلال النقاط التالية رقم واحد ابني نفسك من جديد وتعلم من أخطاء الماضي وعالجها ولا تكررها في الحاضر أو المستقبل رقم اثنين أعد تعريفك من جديد لطبيعة السوق وكيف يمكن التعامل مع هذه الطبيعة وأن السوق مش مغارط علي بابا دهب ويأوت ومرجان وافتح يا سمسم ومن خلال هذه الإعادة ستصبح نظرتك للسوق مختلفة تماما عن ذي قبل رقم ثلاثة هناك مجموعة من الطرق والوسائل والتي سوف نتعلمها في المحاضرات القادمة بإذن الله تساعدك على إعادة تفهم السوق بطريقة صحيحة وكيفية تغيير معتقداتك السابقة حول الأسواق في المحاضرات القادمة بإذن الله سوف نتعلم كيف نستطيع بناء هذا الهيكل السلوكي والذي يجعلك دائما رابح باستمرار سنحاول أن نفهم بشكل عميق كيف تتعامل عقولنا مع المعلومات الواردة إلينا على الشارط والتي تنتج عن حركة السوق وسنحاول أن نفهم لماذا نتردد كثيرا في دخول صفقة معينة مما ينتج عنه ضياع الكثير من الأموال في ظل أنه كان من الممكن أن تكون هذه الصفقة ناجحة وناهيك عن الألم العاطفي والحصرة والندامة التي تصيب المتداول بعد ذلك أما عن الألم العاطفي فهذا هو موضوع المحاضرة القادمة بإذن الله وإلى أن نلتقي لكم خالص تحياتي كان معكم مستر محمد السيد السلموني كبير معلم الرياضيات ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال وفي النهاية أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الضير أرضو خماصا وتغيوح مكانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته